بسم الله أصدقائي من نبه عن المخترقين والمحتالين والنصابين والسراقين بعالم الديجيتال بشكل عام وعالم الانترنت لأنه بصراحة الطرق التي يبتكروها لا تنتهي أحيانا تكون إما ثغرات بنفس الأنظمة أو تطبيقات أو حتى شيئ موجودة لكن يستخدموها بطريقة سيئة اليوم نتحدث عن أحدث الطرق التي تتم من خلالها ابتزازك على الواتساب لدفع فلوس له يعني إما هؤلاء السارقين أو المحتالين أو يتم إيقاف حسابك وطبعا أكيد رح يكون موجود بهذا الفيديو الحل وكيف تحمي نفسك كل هذه التفاصيل بفيديو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي رجعنا بهذا الفيديو من الفيديوهات اللي متحدث فيها أكيد عن أمنك الشخصي بتواجدك على الانترنت بشكل آمن وعن أحدث الاختراقات والإصدارات اللي بتصير بعالم الأمن السبراني طيب أصدقائي أكيد كالعادة قمان نبدأ بحب أن نبه بالسمرار ونوه أنه كثير منكم عم يشاهدوا القناة بدون اشتراك لهيك يا ريت تدعمونا من خلال الاشتراك بهذه القناة أكيد إذا أعجبكم مقطع تعطونا لايك ومباشرة نتوجه للقصة اللي عم بتصير معنا باختصار اللي عم بتصير أصدقائي ممكن يجيك رقم غريب يتحدث معك ومباشرة يدخل عليه ويبلش تهديد فيك بدون أنا فلان أو كذا مباشرة ادفع مثلا مبلغ كذا مقابل أنه ما نوقف لك حسابك طبعا أنت ممكن بالبداية أنك تستسخف الموضوع يعني مين أنت رقم غريب ما بتعرفني على أي أساس بدي أدفعلك رح ترفض بشكل طبيعي أنك تدفعله حتى لو أنت ناسي أنك مثلا ممكن تعتقد أنه يبتزك بصور أو شيء شيء طبيعي أن الواحد يعني يرفض هذا الشيء رح يتم إضافتك لمجموعة فيها مئات الأرقام متى ما دخلت له هناك كل هاي الأرقام اللي هي عبارة عن يعني الجيش الخاص بهذا الشخص ممكن طبعا تكون كل هاي الأرقام له أو فعلا أشخاص متعاونين كونهم مع عصابة يعني عم بيعملوا هاي الهجمات رح يقوموا بالتبليغ على رقمك مباشرة طبعا بسياسة الواتساب بس يتم التبليغ على رقم من يعني كم هائل من هيك الأرقام بلاغات رح يتم إيقاف حسابك مباشرة يتعطل لمدة تقريبا ستين يوم أنت معاعد فيك تعمل ولا شيء على الواتساب لحتى ينفك عنك هذا الحضر الآن أكيد إذا صار معك هيك شي انت رح ترجع تحاول تدور أنك تتفعل لهذا الشخص وتخرص من الموضوع إذا صار وانحضرت لا تتفعله لأنه ما رح يقدر حتى لو رجع حكا معك أو يعني يحاول تقنعه ما في طريقة يرجع ينفك هذا الحضر أو البلوك لإيجاك ما بينفك من واتساب ما حدا بقدر يفك لك أول شيء أصدقائي لا تتفعل أحدا ولا تتعاطى مع أحدا بتعاون معك بهذه الطريقة المسألة شوي هي بصراحة مو سهلة يعني رح أعطيك طريقة هي ما فينا أحكي لك أنها تحميك مية بالمية لكن بتخفف عليك يعني أعباء أنه ممكن أنت تكون أحد الناس المستهدفين مباشرة ننتقل للواتساب طيب أصدقائي روح على تطبيق الواتساب وافتحوا بهذا الشكل ومن هناك روح على الثلاث نقط الموجودين من الأعلى كالعادة وادخل على الإعدادات من الإعدادات روح على الحساب ومن الحساب ادخل للخصوصية من الخصوصية أكيد رح تنزل وتروح على المجموعات هون رح يكون عندك محطوط أنه من يمكنه إضافتي إلى المجموعات رح يكون محطوط على الكل أنت حط على جهات اتصالي حط عليها وخلص سكر هاتفك وحط على جنب أو اشتغل بشكل طبيعي وانتظر أنه حدا يعمل لك إضافة الآن في حال إجتك الرسالة أنه طلبوا منك أنه مثلا ادخل على هاي المجموعة رح يكون في عندك مثلا جوين أو دخول على المجموعة ارفض هذا الشي ما تدخل لأنه ما رح تعرفش هو هاي المجموعة طبعا إلا إذا أكيد كان شخص منتعارف أنه واثق فيه وحتى أنك فيك تفلتر يعني تحط أرقام معينة أنها ما فيها ما فيك يضيفوك على هاي المجموعة الآن هاي طريقة احترازية وليست حماية بلينية بالمية ما في للآن طريقة إذا كم هائل من الأرقام بلغ عليك لأنه هذا شيء من سياسات الواتساب هاي أنا المشكلة عم بحكيها يعني عم بتم استغلال أنك أنت تبعث ريبورت أو أنك تبلغ على رقم هي شيء إيجابي يعني هي شيء جيد أنه أنت عم تبلغ على رقم مزعج لكن للأسف العطول بحكي لكم يعني النصابين ومجرمين الانترنت بيستغلوا هاي الأشياء بطريقة سلبية فبتمنى للجميع يتصفح آمن على الانترنت يجاك هيك أرقام حاول تعملها بلوكة على السريع بحيث أنه ما يلحقوا يبلشوا ويحطوك ويضيفوك هون وهون كل ما قدرت تعمل بلوك لهاي الأرقام كل ما حميت حالك أكثر وأكثر كمان هي خطوة ثانية تركي يراك بصندوق التعليقات وخبرني إذا صار معك هاي الأشياء خلينا نحاول نشوف من الناس اللي وصلهم أكيد من أي دولة في حال صار معك هاي الأشياء كاما معكم عبيدة من قناة تك توبيا باستمرار لا تنسونا من الدعم أكيد والاشتراك بالقناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته